أهلا بكم ومشاهدين في الفقرة النقاشية بسبب الجهل ينعكس الطلاق بصورة سلبية على حياة المرأة المطلقة ما يجعلها تواجه العديد من المشكلات خاصة إذا كانت غير متعلمة ولا تستطيع الاعتماد على نفسها وتعتبر نفسها عالة على أهلها يلقى حمل الطلاق في الغالب على ظهر المطلقة وحدها ويعفى الزوج من ذلك لتبدو المطلقة بعين المجتمع متمردة وأنها تلك الفاشلة التي أفشلت العلاقة لأنها لم تصبر وتتحمل وتصمت أكثر فكيف تتعامل المرأة المطلقة مع هذه النظرة السلبية التي تؤثر على نفسيتها وحياتها وهل يمكن تغيير نظرة المجتمع السلبية تجاهها نتعرف على تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع مع ضيفتنا من تعز الدكتورة ذكرى العريق مختصة في علم اجتماع العمل ألو سهلا فيك دكتورة ذكرى يسعد صباحك أهلا وسهلا حياكم الله صباح الخير صباح المحبة عليكم جميعا وعلى كل المشاهدين أهلا وسهلا فيك يعني موضوع مهم حقيقة والمرأة المطلقة تعاني كثيرا إلى جانب يعني فشل العلاقة تعاني أيضا من نظرة المجتمع ما هي العوامل التي أدت إلى تعقد النظرة تجاه المرأة لتصبح نظرة سلبية أولا بسم الله الرحمن الرحيم ثانيا موضوع المرأة المطلقة ومشكلات المرأة المطلقة من المواضيع الحساسة جدا والأساسة يعني هو لم يعقد الأمر أو لم تصبح النظرة معقدة هي معقدة في الأساس يعني هي من بداية الخليقة ونظر للمرأة المطلقة بنظرة النمطية بأنه السبب هو المفترض التي تتحمل تبعات الطلاق حتى وإن كان قرار الطلاق من قبل الزوج ربما لأنه الموروث الثقافي والعادات والتقاليد تلعب دور في تعامل الناس مع بعضهم بعض إحنا ممكن نقول بس في الفترة الأخيرة تغير الشكل فكرة الطلاق إذا أصبح في نساء الآن هنا اللي يخلعنا الرجال يطلبنا الطلاق بقوة والموضوع هذا أعتقد أنه في الفترة الأخيرة زاد بسبب الحرب والمشكلات الناتقة عن الحروب والصراعات والنزاعات في المجتمع فأصبحت المرأة أكثر قوة في أن تتخذ القرار هذا وتناضل من أجله هذا الشيء اللي بارز إحنا للأسف في المجتمع اليمني عندنا ما فيش إحصائيات الموضوع هذا يعني يلقى على الضوء بشكل أكبر وما فيش إحصائيات مهتمة بهذه الظاهرة وبحيث نعمل حاصر لعدد المطلقات وأسباب الطلاق حتى من خلال المحاكم وما إلى ذلك عشان كذا منقدرش نقول مثلا كم كانت نسبة الطلاق وكم زادت إلا من خلال إسقاطات عادية إحنا نعمله أو من خلال الملاحظة العادية اللي يلاحظة الباحث فالفترة الأخيرة أصبحت المشكلة الطلاق تتفاقم وأصبحت المرأة هي من تبحث عن الطلاق وتخلع الرقل بكل قوة واعتقد أنه الحرب والظروف الاقتصادية والمعيشية والضغوط النفسية والمشكلات التي يعاني منها المجتمع سبب في أنه تزادت هذه الظاهرة وأصبحت متشرة بشكل أكبر نعم طيب هذه اتجاه المرأة أيضا لخلع الزواج في الفترة أو لخلع الزوج في الفترة الأخيرة هل ممكن يكون يعني عامل مساعد على تغيير هذه النظرة السلبية؟ يعني أصبحت المرأة بنفسها هي التي تتجه إلى الطلاق وبقوة صحيح لأنه تقبل المرأة الفكرة بحذ ذاته يسمح للمجتمع أن يتقبلي لأنه نحن ممكن نقول من أكثر الأشياء والمسببات التي تجعل المجتمع ينظر للمرأة بنظرة السلبية هي نظرة المرأة النفسية أساسا لتشعر لأنه الموضوع نحن ممكن نقوله تراكمي أولا البيئة المحيطة الأسرة تنظر للمرأة المطلقة بنظرة استراع نظرة نقص نظرة أنه هي السبب وأنه تعمل على هدم الأسرة وأنه تتحمل وقد نقول لك حتى ولو كان الاختيار الطلاق اختار الرقل لا يعطي الأبعاء الرقل مش عارفة ليش دائما المرأة تتحمل عبء أكبر وهذه الصورة النمطية كيف مثلا إحنا ممكن نغير الصورة النمطية؟ أن المرأة تبدأ هي تتقبل فكرة هذه أساسا وتتعامل معي بحرية وتفرض وجوده في المجتمع هذا من أساريب بس كيف ممكن نغير نظرة سنأتي للأساليب لكن عموما يعني ما هي أبرز المشاكل التي تواجهها المرأة مطلقة عموما بعد طلاقها؟ أولا أبرز المشاكل أنه أغلبية النساء المطلقات نحن ممكن نقول لم يحصل على وافرم التعليم فبالتالي تصبح فرصة الحصول على عمل صعبة هذه نعتقد أنه من أبرز المشكلات لأنه حتى هذه المشكلات تنسحب إلى قبول الأهل لوجوده المطلقة أو عودته للبيت هم دائما يشعروا أنه ممكن تكون عبء بعد ما تخلصوا من وجوده ترجع مرة ثانية وتصبح عبء عليهم مع الأبناء فالمرأة المتعلمة اللي تملك القرار واللي عندها استقلال اقتصادي وتشتغل هنا لا يمكن نعتقد أنه الأهل ممكن يشوفوا الموضوع في بوززراء إلا في بعض الحدود الضيقة اللي يشوفوا الموضوع عيب وما ينفعش لكن بشكل عام وبإجمال المرأة التي تعمل والمرأة اللي عندها استقلال اقتصادي وتقدر تعون نفسه وأبنائه لا يرفض أهله ولا يرفض المجتمع الحصول على العمل أصبح مأساة بالنسبة لكل أفراد المجتمع مش المرأة فما بالك بإمرأة مطلقة لم تحصل على وافر من التعليم أيوة بلا تعليم يعني الزواج عندنا الصغيرات يعني أو السن مبكر كبير جدا وحصل لأنه أنعكس برضه أن المرأة متعلمتش ما وصلتش مرحلة معينة متأهلتش ما تدربتش سوق العمل الآن احتاج مهارة عالية فما بالك بإمرأة مش بتعلمة أو تعليمة بسيط من ضمن المشكلات برضه للتعاني من المرأة وهذا الموضوع الحساسة اللي دائما يمس مشاعر المرأة أو كرامته إنه دائما تشعر أنه عرضه لاستغلال للأسف وخاصة لاستغلال الجنسي التحرش الجنسي ليش؟ لأنه المرأة المطلقة بنظرهم هنا لم تفقدت عذريتها وبالتالي يمكن تعاملوا معي بأي شكل من الأشكال وينظر للنظرات هذه فدائما تشعر هي إنه مستغلة في كل مراحل يعني نحن ممكن نقول تحركاته بحث عن عمل اندماجه بالمجتمع تشعر بخوف تشعر بقلق دائما دائما تراقب نظرات المجتمع والناس له من باب النظرة الضيقة هذه اللي دائما ينظروا له الناس العب اللي يقع على عاتق المرأة المطلقة من تحمل أعباء الأبناء أحيانا تزوجه عشان يعني يطلقه يقول تحمل أنت مسؤولية أبنائك خاصة إذا في معي أطفال فإصبح ذعب على عاتق المرأة التمييز في مقالة العمل برضو هي أبرز المشكلات اللي هي كيف تحصل على عمل وبعدين تمييز في مقالة العمل كثير من أرباب العمل لا يفضلون يعني إنهم تعمل لديهم امرأة مطلقة يفضلوا دائما المرأة الأخرى أو يفضلوا حتى الرجل يكون فيه تمييز نوعي في الجانب هذا أنا أعتقد أن أبرز المشكلات اللي تواقه المرأة بالإضافة لنظرة السلبية للتعامل يعني حل ما تروحي مكان تكون فيه مطلقة يشيرو الذي مطلقة وكأنه في ذنب ارتكبته أو كأنه بوصمة عار يعني تلاحقه طيب الأهل أيضا دكتورة من يعني أهم ممكن كمان كما ذكرتي أيضا لهم دور في تعقد يعني هذه النظرة السلبية تجاه المرأة ويزيدون عبئا على المرأة المطلقة على عبئها لماذا الأهل أيضا يعني لا يفضلون للمرأة أن تتطلق وربما يفضلون أيضا أن تستمر في الزواج على أن تحمل اسم أو لقب مطلقة مع أنهم يعتبرون المفروض أنهم السند للمرأة أنا أشرت الموضوع هذا السريع لي هو قد نقول لك الموضوع ممكن يكون من شقين الشق الأول اللي هو المرتبط بالعادات والتقاليد والأعراف والموروث الثقافي لأسف إحنا في مجتمعاتنا العربية عندنا أقوى من الدين أقوى من الشرع أقوى من العقيدة يعني يصبح قوي جدا لدريقة أن يؤثر على المعتقدات الناس ويبرمجه وينظر المرأة فيظل الأسر أو الأهل ينظروا بنظرة عار يخافوا عليه من الدخول من الخروج من الاحتكاك من الذهاب من الأياب من كل تصرفاته تصبح مراقبة يشعروا بالعب هذا أنهم لازم يراقبوها لازم يهتموا فيه لازم بدخوله خروجه يراقبوها لأنه المجتمع مش متقبله هم مستوعبين الفكرة حتى وإن هم وصولوا المرحلة وشعروا أنه مفروض تتطلق عشان استقلاليته وعشان حل المشكلات هذا غانب الثاني زي ما قلت لك أنه الغانب المادي مهم جدا الأسرة اليمينية الآن تعاني من فقر شديد الأسرة اليمينية تعاني من تراكمات مشكلات إذا كان الأبناء اللي موجودين في الأسرة رب البيت يشعر بثقل وعب علىه فما بالك لما ترقع مراهي وأولاده فيقول روح يتحملي المأساة زي ما تكون نعيش حياتك زي ما تكون ولا تحملين لأنه مقدرش لأنه هذا عبء قديد عليهم بينما شوفي أن يحب أشر لموضوع مهم جدا موضوع الطلاق لم يقرد طلاق ويحل الطلاق إلا لأنه حل كثير من المشكلات وأحيانا يكون الاستمرار في الحياة الزوجية مشاكله وأضراره وأثاره أكثر من أنه يكون فيه انفصال خاصة على الأبناء وعلى الأم الأم ممكن تصل لمرحلة الصبح إنسانة مهتزة نفسيا مشاعريا عند مشكلات الأب قد يكون يعاني من مشكلاتنا الأبناء يعانوا الأم تعاني الأبي يعاني ليش من حلش المشكلات دي؟ نعم دكتورة ربما أيضا من الملاحظ مؤخرا هناك فكرة الاحتفال بالطلاق وبالتخلص من حياة زوجية قاسية وشريك مؤذي بتأكيد لهم الحق بهذه الحفلات والاحتفال بالطلاق وربما هذا يساهم نوعا ما في تقليص هذه النظرة السلبية عن المرأة المطلقة كل الشكر لك الدكتورة ذكرى العريقي مختصة في علم اجتماع العمر وما نتوسع أكثر مرات أخرى في هذا الموضوع المهم شكرا جزيلا لك